مائتان وأربع وتسعون طعنان ردت من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مجموعة الطعون المقدمة والتي تجاوزت الألف والثلاثمائة طعن بسبب عدم استفائها للشروط القانونية فقد قدمت كطعون بمراكز انتخابية كاملة وليس في محطات محددة ما يعني عشوائية الطعون وعدم قانونيتها وأيضا تقديم الطعون دون أدلة وافية عندما ردت المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 294 طعن تقدمت بها الأحساب والحركات التي اشتركت في العملية الانتخابية هذا الرد جاء لعدم مطابقة تلك الطعون للجانب أو الشكل القانوني للطعون التي يجب أن يتقدم بها المعترض على بعض ما حصل في مراكز الاختراع بالتأكيد نعتقد أنه ردنا قانونيا باحتباره أنه أعضاء مجلس الفاضي هم من السعادة القضاة والمحوظ لهم بالنزهة وحقيقة في المهنية في الجانب القانوني بالتالي الرد قانوني من وجهة نظرية 100% هذا جانب نعتقد أن الأطر القانونية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية فيما يشهد الشارع العراقي احتجاجات مستمرة من قبل الكتل السياسية التي لم تنال ما كانت تطمح إليه في الانتخابات الأخيرة والتي تحاول الضغط على مفوضية الانتخابات من أجل إعادة العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الانتخابات في عموم العراق وهو مطلب مخالف للقانون ومنصت عليه المادة الثامنة وثلاثون الشارع العراقي محتقن جداً وظهور هذه المظاهرات وتجمع الشباب أمام ووابة الخضراء قد يثير كثير من الإشكالات لذلك اليوم نحن بحاجة إلى التهدئة ونحن بحاجة إلى الجلوس إلى طاولة العقل قبل ما تكون طاولة المفاوضات وعلى كل الكتل السياسية سواء الفائزة منها أو الخاسرة عليها أن تتمنتع بالكران الذات وعليها أن تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة وأن تفكر بهذا الوطن وهذا الشعب لا نريد كثير من التصادمات كفانا ما مرينا به خلال هذه السنون العجاف على الرغم من أن قانون الانتخابات الذي صوتت عليه أغلبية الكتل السياسية في الدورة البرلمانية السابقة في مادته الثامنة والثلاثين سابعاً نص على أن آلية العد والفرز تكون عن طريق جهاز تسريع النتائج الألكتروني إلا أن عدداً من الجهات تصر على إعادة العد يدوياً وهو ما يخالف قانون الانتخابات الجريدة من بغداد محمد فراسة قناة التغيير